يوما بعد يوم تستقبل مفوضية الانتخابات الليبية مرشحين جدد رئيس مجلس نواب الليبي عقيل صالح تقدم بأوراق ترشحه إلى المفوضية قبل إغلاق أبواب الترشح لها في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري أتمنى تكون الانتخابات لديها والشفطات السرامة لإرادة الليبيين يجب على الجميع الافتراف من دائمها والتاكيد لأن من يشعر لهذه السلطة بمواطن الليبي افتراف الشعب الليبي بإرادته القرى صالح أكد أيضا أنه لمجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا وأن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة مشددا على أنه في حال فوزه سيركز على المصالحة الوطنية وما زال عدد المرشحين للرئاسة بارتفاع إضافة إلى عدد المرشحين إلى مجلس النواب وفق ما أعلنته مفواضية انتخابات ليبيا ومن ضمن المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى الآن فتح باشاغ وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق وسيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي والمشير خليفة حفتر في مرحلة مصيرية في المقابل جدد رئيس ما يعرف بمجلس الدولة في ليبيا خالد المشري رفضه لانتخابات ديسمبر البرلمانية والرئاسية مطالبا بانتخابات برلمانية فقط في فبراير المقبل وتشهد ليبيا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الانتخابات الرئاسية التي ينتظر مراقبون أن تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا التي عانت من الاقتتال المسلح منذ عقد من الزمن ترجمة نانسي قنقر